وزارة الخارجية السودانية وفي بيان لها توضح العلاقة بين السودان وإسرائيل في نقاط عدة فقد جاء في بيان الخارجية أن السودان وإسرائيل توصل إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقة بينهما وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري وسيتم التركيز الأولي وفقاً للبيان على الزراعة لفائدة شعبي البلدين وبحسب الخارجية السودانية تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الأسبوع القادمة للتفاوض لإبرام اتفاقيات للتعاون وتشمل مجال الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران وشؤون الهجرة وغيرها من المجالات التي تحقق المصالح المشتركة للشعبين واتفق البلدان على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل ولدعم قضية السلام في المنطقة وتم الإعلان عن القرار السوداني الإسرائيلي في الثالث والعشرين من الشهر الحالي عبر اتصال انضم رئيس الوزراء لكل البلدين ورئيس مجلس السيادة الانتقال السوداني والرئيس الأمريكي اجتماع شهد على اتفاق كل من إسرائيل والولايات المتحدة على الشراكة مع السودان في مرحلته الجديدة والعمل على إدماجه في المجتمع الدولي بالإضافة إلى إعلان الولايات المتحدة عملها من أجل استعادة السودان لحصانته السيادية والعمل أيضا لتخفيف أعباء ديون السودان بما في ذلك بحث إعفائه وفق مبادرة الدول الفقيرة كبيرة المديونية اشتركوا في القناة